بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام ورحمة الرحمن الرحيم انتهينا إلى قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس يحج البيت من يستطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني على العالمين الآية دي نزلت أصلا في العبرة بأموم اللفظ وليس بخصوص بالسبب نزلت لما أهل الكتاب لما نزل قول الله سبحانه وتعالى ما يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فقالوا كاذبا وبهتانا نحن مسلمون يعني قالوا ما احنا مسلمين يعني الرسول على سلام بالأم اللي بش هيتبعني هو يرضى ويبقى مسلم هيكون من الأهل النار سواء كان نصراني أو يهودي أو أي فقالوا نحن مسلمون فنزل قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس يحج البيت من يستطاع إليه سبيلا الناس عشان تعرفون الكلام هنا الأهل الكتاب بخصوص السبب يعني خصوص السبب يعني الآية نزلت ليه لكن العبرة بعموم اللفظ يعني الآية فيها خطاب لكل الأمة الإسلامية فالعبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب بخصوص السبب هي نزل بسبب أهل الكتاب كما قالوا مفسرون فقالوا محنا مسلمين فيريدون أن يجدوا حجة يبتلوا الآية أن ربنا بيقول لهم ولله على الناس فلو ربنا بيقول لهم من يبتغي غارة الإسلام دينا ما قالوا ما يتبع محمدا فقالوا نحن نسلمون فقالوا بيقول لنا إنه لازم نكون مسلمين عشان نخش الجنة ونحن مسلمين أمر ربنا بيقول لهم ولله على الناس يقالوا على المسلمين قالوا ولله على الناس يعني المسلمين والنصارى واليهود وكل الناس حجوا البيت من استطاع إلهي سبيل هؤمن كفر فإن الله غنينا على المعنى يعني لم ينحن سيروح يبقى كفر فنكلوا ولم يذهبوا فأخيمت عليهم الحجة وأصبحوا كافرين وأصبحوا كافرين الآية دي نزلت حتى تبطل حجة أهل الكتاب وربنا اسبطلهم بالدليل نهم كفار طيب ولله على الناس يحجوا البيت من استطاع إلهي سبيل يبقى بشكل الناس يعني كلمة من استطاع إلهي سبيل يعني معناها الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث فتفسير كلمة الحج قال رسول الله من هو الحج قال لهم عليه الصلاة والسلام الحج هو الشعث الشعث والتفل الشعث اللي هو الإنسان اللي يبقى لابس هدوم رسة مش بصرح شعره مش مهتم بمنده وده اللي يحصل في لنبس الإحرام لنبس الإحرام أشبه به الكفن الإنسان يتكافن به في القبر لأن منتهى الزهد إنسان بيترفع عن كل مجاهيات الحياة ومجاهيات الحياة وبيلبس هدوم هدوم أشبه بالكفن والتفل معناه إن الإنسان يبقى مجهد وتعبان وربما تكون تصدق منه رائعة عرق بسبب المجهد الشديد والجهد في الحج وقال هو رسول الله ما هو أفضل الحج قال العج والثر معناه الذي يرفع صوته بالتلبية والثر الذي يهدي إلى البيت الحرام يتصدق ويهدي قالوا ما السبيل ما هو ربنا يقول وله على الناس حجłby فالله تقول حج داعه برأي ومين أحسن واحد في الحج طب ما هو السبيل ما نسطع إليه قالوا ما هو السبيل رسول الله. قال لهم السبيل الزاد والراحلة. ده ايام الرسول صلى الله الله عليه وسلم يعني الزاد. يعني انسان يكون عنده تكلفة الحج مع اكل كفية. رايح جاي. وعنده الراحلة اللي يركبها توديه رايح جاي. طبعا دلوقتي ما فيش راحلة. دلوقتي في فيزا وفي تأشيرة وفي مفصريف طيارة تذكر الطيارة. واصبح الحج له تكلفة لان عدد المسلمين زاد جدا جدا جدا. ما يدرش ما يدرش انهم مسلمين كلهم يطلعوا يحجوا. فالاولوية للي عنده التكلفة المادية. الحج اصبح اصعب كثيرا. من ايام الرسول صلى الله عليه وسلم مفيش مقارنة. يبقى هو ده السبيل. ان كده يكون عندك تكلفة الحج. عندك القدرة الصحية. عندك القدرة المادية. ان كده تتحج. اللي هي كانت ايام الرسول صلى الله عليه وسلم الزاد والراحلة. دلوقتي بقت تكلفة المادية. تمن التأشيرة. تمن تسكرت طيارة. تكلفة الحج رايح جاي. طعام وشراب. القدرة الصحية. طب رايح ما عندهش القدرة الصحية. ده معناه انه انتفع عنه السبيل. اوه ما عندهش ان هو مالوش سبيل للحج له سبيل. لانه ممكن يأجروا واحد. كما قال العلماء. يدفعلوا فلوس ويحج مكانه. وهذا مقبول. بس بشارط انك تختار واحد يكون هو نفسه حج النفسه قبل كده. لان رسول صلى الله عليه وسلم سماعه واحد بيحج. يقول لبايك الله لما لبايك عن شبرومة. قال له حجكت عن نفسك. قال له لا. قال له حج عن نفسك. قال له حج عن نفسك. ثم حج عن شبرومة. ايه مش معقولة ما عملتش الفريد النفسي. روح اعمل اه واحد روح اعملها لغيري. انا اولى من نفسك. كل واحد مسؤول عن نفسه من الايامة. اما تخلص نفسك انت الاول. اه ابتدي فكر في غيرك. فا اه. طب ايه بقى النقطة مهمة جدا في المسألة دي. هل الحج. واجب على الفور ولا واجب على التراخي. الامام اختلفوا. في نزاع كبير من العلماء في هذه المسألة. الامام الشافعي وطبيعه بعض العلماء قال له الواجب على التراخي. الامام ابو حنيفة قال له قولين. احدهما انه واجب على التراخي. واحدهما انه واجب على الفور. الامام مالك والامام احمد راجح عندهم انه واجب على الفور. المسألة فيها نزاع. الراجح في هذه المسألة ان الحج واجب على التراخي. وحول حضرتكم الادلة القوية لن اقول القاطعة ولكن قوية جدا على ان الحج واجب على التلاخي وليس على الفور. اولا المهم اختلفوا في متى فرد الحج. بعضهم قال الحج فرد فرد في السنة في مكة قبل الهجرة وده قول يعني يكاد يكون مرفوضا يعني قول اضع في الاقوال. بعضهم قال فرد في السنة الخمسة. بعضهم قال فرد في السنة السابعة. بعضهم قال فرد في السنة الثامنة. بعضهم قال فرد في السنة التاسعة. بعضهم قال فرد في السنة العشرة. اقوال كثيرة جدا. لكن ارجح هذه الاقوال واصحوها بالدليل انه فرد في السنة الخامسة او السادسة. ليه؟ قول لحظتكم. ربنا سبحانه تعالى بقول في سوط البقرة. واتم الحجة والعمرة لله. فين احصرتم فما استيسر من الهادي. فين احصرتم فما استيسر من الهادي. ولا تحلقوا رؤوسكم قبل ان يبلغ الهادي محلة. فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صادقة او ففدية ففدية من صيام او صادقة او صادقة او نسوك. فاذا امنتم فما التمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهادي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهلوه حاضرين مسجد الحرام. واتقوا الله وعلموا ان الله شديد العقاء. بعدين الاية بعد كده. الحج أشهرهم معلومات فما انفرض فيهن الحجة فلا رفثة ولا فسوقة ولا جدالة في الحجة. من المعلوم الاية دي ما نزلتش ابدا في السنة التاسعة. ولا في السنة العشرة طبعا. دي الاية الاولى دي. واعتم الحجة والعمرة لله نزلت في السنة السادسة او الخامسة. لماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في المنام انه يعتمر. وعرفون ان رسول صلى عليه وسلم هجر من مكة هو الصحابة كارهين وخرجوا من مكة هم كارهين. وكانوا يشتقون الى الحجة والعمرة والى الكعبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم فطلعوا واتخذ بالصحابة عشان يعتمروا الى باية اللارحة. فمنعوا واحصيروا في منطقة اسمها الحديبية قبل مكة بشوية. فطبعا هذه قصة طويلة جدا. ربما كثير من الناس يعرف القصة دي. والرسول صلى الله عليه وسلم منع بالقوة. واضطر طبعا حصلت مفاوضات. وبعث سيدنا عصمان ابن عفان ليتفاهم او يتفاوض مع الكفار. وجاء واشيع ان سيد عصمان قتل. وقال عليه الصلاة والسلام لم نبرح حتى ننجز القوم حتى لو قتلنا جميعا. يعني. لما سمع ان سيدنا عصمان ابن عفان قتل طبعا دي كانت شائعة يعني اشاعة كاذبة. فلكن بعد كده اتضح ان سيدنا عصمان لم يقتل ورجع وتم سلطة سلح الحديبية. واضطر رسول صلى الله عليه وسلم انه يتحلل من الاحرام بتاعه. بعد ما يهدئ. وترى ان هو يهدئ يعني يسبح الهادي بتاعه هو الصحابة. في منطقة الحديبية. مش في مكة. معين مفروض ان الزبح لكن هو اضطر ان هو يفعل ذلك. وبعد كده تحلل بالحلق والتقسير والصحابة تحلل وكانوا كارهين. كان فيه فئة من الصحابة. كانش عجبهم من الكلام ده ابنا. وقال سيدنا عملي من خطابه ومعه. بعد الصحابة يا رسول الله لما نرضى بالدانية في ديننا. نحن نخش غصب عنهم ونقتلهم ونعتمر. لكن رسول صلى الله عليه وسلم كان له رأي آخر. ومضى مع كفار سلح الحديبية. وطبعا دي اللي تم فيها باعة الردوان. اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في صورة محمد. لما الشيع عن سيدنا عثمان تضح ان هو لسه عايش. الرسول صلى الله عليه وسلم مضى معهم صلح الحديبية. وكان فيه شروط في ظاهرها شروط مكحفة وظالمة. لكن الرسول رضى بها. ونزل قول الله سبحانه وتعالى ان فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك. والرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا الصلح فتحا وفعلا كان فتحا. المهم الشاهد هنا ان الاية دي نزلت. وربنا سبحانه وتعالى ويتموا الحجة والعمرة لله. طب ليه ربنا بيقول له فان احصرتم فما استيسر من هذه. لك كانوا بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة لو حصل عندكم مانع او حابس يمنعكم من دخول مكة او من اداء فريدة الحج او الحج او العمرة زي ما حصل معكم في الحابس ده ممكن يكون من عدو او مرض او اي شيء. فتطلع هذه فان احصرتم والاحصار. بعض رماء جعل الاية ديت مقصوب بها العدو بس. قالوا لي نزلت في الواقعة بتاعة سلح الحديبية او لما الرسول صلى الله عليه وسلم طلع عشان يعتبر. بعض رماء قالوا لا الاحصار مقصوب بي اي شيء اي مانع سواء كان مرض او عدو. وده الازهر اصح في الاخوان. يبقى. الشاهد هنا ان الاية ديت نازلت. لما الاية دين نازلت كان الحاج الحاجة كان فرض. لان الحاجة او ما فرض ما كانتش ما كنش السنة وبعد كده بقى فرض او ما فرض كان فريدة. يعني آآ الثوم او ما فرض كان كانت سنة. بعد كده لما نزل الله سبحان الله يت pounds شاهد منكم مش شهر فاليا صو вам بقى اصبح فريدة. لكن الحاج لا. الحاجة كان في طول عمر حاجة او ما اتفرض ما كانش ما كانتشت سنة بعدين بقى فريدة. طب ربنا بيقولوا اتموا الحجة والعمرة لله بإذن الحجة موجودة هنا. وكلمة اتموا الحجة والعمرة الحكمة معناها ايه؟ معناها لو بدأتهم في الحجة والعمرة لازم تتموها لغاية الآخر. وهي دي معناها. لأن بعض العلماء فهموا القادي غلط وقالوا العمرة وفرض وواجب. لكن لا. دوابنا قال في الحديث أو رسول العالم في الحديث آسف الحج جهاد والعمرة تطوع. العمرة تطوع وده لجمهور العلماء وما الكلمة أتم الحجة والعمرة تليدي معناها أنه إذا لو شرعت في عمل عبادة زي الحجة أو العمرة أو حتى أي عبادة تانية إذا أنت ألزمت نفسك بالعبادة دي لا يجوز لك أن تتحلل أو تخرج من هذه العبادة بدون عذر شرعي أو مانع قهري يمنعك من إكمال هذه العبادة ولا يعتبر إساءة لرب العالم صلى الله عليه وسلم يبقى بدأت الشئ يجب أن تتمه هذه معنى كلمة وأتم الحجة والعمرة لله يبقى بدأت حجة يجب أن تتمها لغاية الآخر ولكن ليس معناها أن العمرة فرض لكن لو أنت بدأت بالعمرة أنت اللي اخترت يبقى أنت ألزمت نفسك به يبقى هو دمعت الشاهد هنا هذه الآية نزلت في السنة الخمسة يبقى زي الحجة تفرض في السنة التاسعة هلم ربنا نقل ويتم الحجة والعمرة لله في أن احصرتهم في مساء السلام الهادي ولا تحليقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهادي وحلة الإنسان إذا أحصر ما يدرش يتحلل من العمر أو الحج بالتقصير بالحلقة أو التقصير نوحل على شعر ويقصره قبل ما الهادي يبلغ محله الهادي يبلغ محله يعني يروح لميناء أو المنحر في مكة تبعاته الأول لما تتأكد أنه وصل واتنحر أو تبعى التمن الهادي ده فلوس بعد كده يا جوز دك أنت تتحلل ده لو منوعته بمانع إلا إذا الإنسان اشترط وأنا تكلمت عن الكلام ده بالتفصيل في تفسير صوت البقرة لكن طبعا فيما يغني عن إعادتي هنا بالتفصيل فلما ستنا ضباعة بين الزبير قالت رسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لما رسول قال لها نويت الحج قالت له نعم لكني يعني أشعب واجع شديد فقال لها اشترتي قولي اللهم إني نويت الحج فين حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فمحلي معناها الإحلال بتاعي في المكان اللي هت حبست فيه يبقى لو إن إنسان اشترط وقالي الكلام ده يبقى لو حصل له حابس أو عزر قهري يبقى تحلل ومش محتاج بقى أنه يطلع هادي مع أن ربنا بيشترط في صوت البقرة يقول فإن أحصرتم فما استيسر من هادي بقى ليس تطلع هادي لكن لو أنت اشترط خلاص يبقى أنت تحللت بجرد حصول العزر الشارعي كنت طلعت حج إذا أنت مكنت من الدخول وتفت حاولين الكعبة وتفت بين الصفة والمرة 7 مرات يبقى أنت عملت أركان العمرة تقدر تفسخ نية الحج وتحولها العمرة وتعيد الحج تاني في السنة اللي بعدها وتهدي وترأي الإيمان مالك وبعض العلمان ليه؟ لأن أنت عملت أركان العمرة وفي الحالي ليس مطلوب منك هادي ليه ليس مطلوب منك هادي لأن أنت عملت العمرة ليس مطلوب خالص وغيرت نيتك لكن نفترض أن أنت حصلت بره كما حصلت مع رسول صرحاني من الصحاب لم يقدرت تصل إلى الكعبة خالص ولا وصلت للصفة والمرة هتعمل إيه؟ لو أنت كنت اشترطت كما الرسول قال للسيادة إنه مع النظمين ما عليك هادي لو أنت ما كنت اشترطت يبقى عليك هادي لكن لا تتحلل من إحرامك أو من العبرة بتاعتك إلا بعدما الهادي يبلغ محلة زي ما ربنا قال في صورة الأرض ولا تحلقوا رؤوسكم يعني معناها التحلل لأن التحلل ده هو اللي بيع فيك من الإسم التحلل ده إما أنت أتميت الحجة والعمرة فعلا لغاية الآخر إما أنه حصل لك مانع قهري منعك وبالتالي أبدلت تكملت العمرة أو الحجة لغاية الآخر بأن كتب تتطلع لهادي بتاعك أو توصل لهادي بتاعك هتتحسب لك حجة أو رمرة لكن لازم تعيد لو كانت حجة يبقى لا يوجد مشكلة لكن لازم تعيدها تاني لأنك ألزمت نفسك بالحج تطلعها هذه عشان تتحلل وتعيد الحجة تاني السنة اللي بعدها وتهدي لكن لو حجة الإسلام طب الفترة أنت بعملتش كده الأرجح من قول أقوان صحيح وحجتك محفوظة أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحسبت له عمرة لما منع تحسبت له عمرة وبعد كده عمل عمرة القضاء في السنة اللي بعدها وطلع تاني زي ما اتفق مع الكفار قالوا ترجع السنة دي واشتخش لكن السنة الجاية هترجع تيجي وتعتمر هنسمح لك تخلش بسيوفك ويتخش وبسيوفكم بس فالرسول صلى الله عليه وسلم وافق وكانت وثمت لكم كانت الشهوط مكحفة لكن وافق واعتبروا فتحة فدخلوا فعلا في الجوم السنة اللي بعدها وتحسبت له وتحسبت لهم عمرة عمرتين ليس عمرة واحدة يبقى إذا الإنسان إذا منع منع حابس أو شيء قهري يتحلل لو ما كانش يشترط يتحلل لو كان لو ما وصلش لكعبة أصلا بيبقى بيتحلل بأنه بيعمل هادي وبيتحلل وبعد كده يعيد الحج تاني إذا تغسل له يعيده إذا ما تغسلش له يعيده خلاص هتحسب له حج لكن إذا تغسل له لازم يعيده لأنه هو ألزم نفسه نعمل حج هذا الهادي عبر عن هذا الهادي بتطلع نفسك من الإسم بتطلع نفسك من الإسم طبعا فتواحد ما عندهش هادي ما عندهش فلوس يسم ثلاثة يام في الحج وسبعة لما يرجع ربنا قال فما لما يجد فصيامه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لما يكن لهلو حاضر العشرة أيام دون رخصة لما ما عندهش هادي سواء كان في الإحصار أو سواء أنه تمتع بالعمرة الحج يعني اجدمج بين العمرة والحج في الحج عمل إقران أو تمتع فبيعمل هادي لأن بدلاًا بيسافر مرتين مرة يحج ومرة يعتمر لا دون ربنا قد لك رخصة أنك تعمل عمرة وحج مع بعض دون الناس اللي بيشتكنين هناك اللي سكنها هناك في المكة ما قالوش أنه يعتمق أنه يعتمق أو يقرن لأن قاعد هناك على طول بعد ما الناس تخلص الحج بقى اعتمر زي ما أنت عايز مرة واثنين وثلاثة لكن اللي له يعتمتع أو يقرن هو اللي أهله مش حاضرين المسجد الحرام فده اللي هو له أنه يتمتع أو يقرن وفي الحالة دي لازم يهدي لو معدول هو مش قادر يهدي يسوم ثلاثة يام في الحج وسبعة لما يرجع كذلك المحصر لو مش قادر أنه يهدي فيعوض الهادي ده بأنه يسوم ثلاثة يام زي كان كان فقيرا يسوم ثلاثة يام في الحج وسبعة لما يرجع يبقى كده كده إلا إذا كان اشترط إذا المسألة يبقى إذا الحج فرد في السنة الخمسة أو السنة السادسة لأن ربنا مش ممكن حيقول أتمي الحج أو العمرة لله عمرة لله وكانتش الحج ساعتها فريض مفروض لأنه قلنا الحج أول ما تفرد أصبح فريضا كانتش سنة في الأول يبقى إذا الحج فرد في السنة الخمسة أو السادسة طب إلي منع الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى فرض حتى أميرا على الحج ولم يحج بنفسه فلو الحج واجب على الفور ما الذي خل الرسول صلى الله عليه وسلم استنى من السنة الخمسة للسنة أو حتى من السنة التاسعة للسنة العشر سنة كاملة لكن الأرض حسب وقتلكوا بالدليل هو وقتموا الحج أو العمرة التي نسيت في فقعة إحصار أو إحصار رسول صلى الله عليه وسلم عن الدخول وكانت في السنة الخمسة قبلها بخمس سنين وإذا الحج واجب على التلاخي لأنه ليس ممكن ومستحيل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستنى المدة كلها وما يحج والحج واجب على الفور مستحيل يبقى إذن الحج واجب على التلاخي بعد أنه قال لك العصلا هو كان بعد سيدنا وابكر في السنة التاسعة لكي كان مشغول بالوفود ومشغول وهذا عصر كان إذا أزنا للصلاة أصحابها يقولوا كأننا لا نعرف تستأذن للصلاة رسول صلى الله عليه وسلم كانوا ما يعرفناش خالص يروح رايح على طول على الحج مش فريضة لهو واجب على الفور كان الرسول على السلام ما استأخر لحظة إذا واجب على التلاخي يعني مش ممكن رسول صلى الله عليه وسلم كان يستنى المدة دي كلها وحكتت أنه مشغول باستقبال الوفود وهذا ده مش عذر ده مش عذر لو الحج واجب على الفور كان يروح يحج على طول ويسيب الوفود يسيب كل حاجة وينوب يخلي حد ينوب مكان طب هما الحديث الكثيرة اللي جات بالتعجيل للحاج اللي حولها القدر وقت ده معناها الاستحباب والندب مش معناها الفرد مش معناها كلها قيلت على الاستحباب وليس رسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطاعتوا ما من هايتكم عنه فأنتهم البرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأشياء كثيرة في الحديث كثيرة على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب والفرد زي ايه قال عليه الصلاة والسلام تعجلوا بالحج في انه لا يدري أحدكم ما يعرضوا له يعني انت نويت حج او مش نويت انت نفسك تحج يبقى السنة دي احسن من السنة الجاية السنة الجاية ليه لان ما تعرفش ايه اللي حيحصل ممكن يحصل لك عارض قال عليه الصلاة والسلام في الحديث آخر تعجلوا بالحج ان المال ينفذ او بمعناه وان الراحلة تموت او تمرض اه ربما يكون معاك فلوس النهاردة تصيبك جائحة بكرة ويبقاش معاك فلوس بتعرفش تحج يبقى حتندم ساعتها قال عليه الصلاة والسلام من أراد بالحج فليتعجل ده إذا الحديث دي كلها على سبيل الاستحباب مش مهصلش على سبيل الوجوب قال عليه الصلاة والسلام حجوا قبل أن لا تحجوا يعني معناها الحاج في وقت وده من الحديث الجميلة جدا اللي بتدلها الإعجاز وان الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا نبقه بحاجة يعني معناها الحاج في وقت هيبقى صعب جدا والناس مش طعب تحج زي ما حادث دوقتي يقول له الحج قبل أن لا تحج يعني الحج دوقتي الحج سهل بعد كده هيبقى صعب وباش هتعرفوا تحج طيب ده سيدنا عمر بالخطاب قال كمان لقد هممتوا أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا إلى من كان عنده جدة أي سعة فلم يحج فيضربوا عليه الجزية يعني يضربوا عليه الجزية يعني كانوا يهودي أو نصراني نتعامل مع معاملة يهودي ونصران وقال عليه الصلاة والسلام من ملك الزادة والراحلة فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا يهوديا أو نصرانيا يهوديا أو نصرانيا ده معنى إيه معنى اللي بيستخف معنى اللي معاها فلوس وعنده القدرة ومستخف بالحج مش عايز يطلع يعني هو بخيل بالمال مش فارقة معانه يحج أو يحجش لكن واحد ناوي وصادق بس ما أجله لا الوضع يختلف إذن هنا كل الأحديث يتكلم على إيه الحديث يتكلم على التعجيل بالحج دي على الناد والاستحباب العديث اللي فيها زجر وتخويف سيدنا عمرو الخطاب قال لي قد هممت لكن ما حولش يهام بدأ العزم ونيه لو كان صحيح إن الحج واجب على الفون كانت سيدنا عمرو الخطاب سكت أبدا كان بعت ناع فعلا للناس وقال لي قد هممت إنه ناع بعت رجال أشوفهم اللي معاه فلوس وعنده قوة يقدر يحج يضربوا على الجيزة لكن ما عملش كده ليه لأنه عارف كويس إن ما ينفعش يعمل كده ولو كان الحج واجب على الفور كانت سكت كان حول هذا الهم إلى عزم إلى فعل لكن ما عملش كده وما هو قال هذا الكلام ده ليه عشان يخوف الناس عشان يخوف الناس عشان الناس ما تستخفش الظه برا اللي معاه فلوس ما يستخفش وناس ما تستهونش من الحج ولو عمرو لكن ده من فقه سيدنا عمرو أنه قال هذا الكلام ليتخويف الناس ليه 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 مثل القلع والحجيس أيضا من لم يحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو حاجة ظاهرة أو مرض خلي بأيكم كلمة حاجة ظاهرة ما لم يحبسه حاجة ظاهرة أو مرض أو حابس أو سلطان جائر ولم يحج فليموت إن شاءه يهوديا أو نصراني كلمة حاجة ظاهرة مثل الزواج وعد شاب وشاب يعاني من قوة الشهوة وعايز يتزوج وشوصا معاه على قد يتزوج فقط ولو راح يحج هيرجع معه حاجة يحج ولا يتزوج بعضهم قال لك لا يحج اللي هم بيقول لك الحج واجب على الفور هم قالوا الواجب على التراخي قال لك لا يتزوج يعف نفسه الأول هو مش معاول أقول له يطلع حج وعند نرجع استمني بصي من وشمال وانسان ما بيحج بيرجع من حجاته فلما نحج ولم يرفص ولم يفسق لا حول كتب الله ولم يرفص ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه يعني يرجع من الظنوب كان لسه طفل راضيه مولود مكتبش عليه أي زنوب وحرجع عنده صاف وعنده شهوة مش قادر يتجوز بص يمين وشمال عاستمني ووا 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 وربما يعقع في زنة طب الحج مش واجب على الفور لكن دافع الزنا ودفع النظر الحرام ودفع دافع واجب واجب يبقى أن نقدم الواجب ونقدم السنة الحاجة واجب وفرط لكن ليس متوقيت معين ولقوم بتوقيت معين لم يكن رسول صلى الله عليه وسلم سكت لأن الرسول قال أنه واجب مرة واحدة في العمر لكن لم يحدد وقت معين عندما قاله يا رسول الله كل عام سكت 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 ولقلت نعم لوجبات ولا ما استطعت دروني ما تركتكم لأن الله صلى الله عليه وسلم سكت عن أشياء غير نسيان لله رحمة بكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرتوا سؤالهم واختلافهم على الأنبانهم تروني ما تركتكم فإن الله تعالى ساكت عن أشياء غير نسيان لله رحمة بكم إذن يبقى ربنا سبحانه وتعالى كان ممكن يقول من ملك الزادة والرحيلة فلم يحج على الفور أو من ملك الزادة والحيلة وأجل كان لازم يكون على الفور لكن هو قال لك أنها وقبأ وره واحدة لكن لم يكن لذلك توقيت معين بإذن الحاج هو واجب على على التراخي ومش على الفور وأكبر الأدلة دي كلها أكبر الأدلة دي طب لو واحد عايز يتجوز يعني يعني لو إيه قدر أنه يجبع جمع حاج نفسه وإيه قدر أنه يحج دي المسألة تختلف من واحد لواحد يبقى لو أنا متأكد أنه لو رجعت من الحج أقع في ظنوب ومعاصي وحبص يمين وشمال وحستام نواة وواة يبقى الزواج أولى الزواج أولى من هنا أنا أطلع حج وبعدين أرجع أقع في كبائر لأن الحج لو أنا عندي نية صادقة ما حجتش السنة دي ربنا إن شاء الله سيوافعل الحج السنة الجاي لكن ما عمليش ما تزوجش ما ترقش الزواج وهو واجب دلوقتي عشان أعيف نفسي وأعمل الحج وأنا ممكن أحج بعدين طب في قاعد يقول لك وافرد واحد مات لو هو مات وكان ناوي الحج فعلا وصادق ربنا عارف إن هو صادق وكان ناوي الحج يبقى خلاص ربنا هيعفي عنه وبيش هيقخس بالحج إنه هو ترك الحج وأجله حتى لو كان قادر حتى لو كان قادر لأن الرب رس Brilliant عارف إن هو كان ناوي وكان هيحجي فعلا السنة اللي بعدها أو السنة اللي بعدها أو لما تنتهي الحاجة الزاهرة اللي رسول صلي马 requesting قال في الحديث ما لما يحبسه حاجة ظاهرة حاجة هنا الزواج حاجة أو مرض أو حابس أو سلطان جائر ولم يحج لغاية ما مات ولو كان الحاجة وعجب على الفور لا كان الرسول استنى لحظة لأن الآية التي نزلت واتمه الحاجة والعمرة لله نزلت في السنة الخمسة أو السنة الستة لما أحسر رسول صلى الله عليه وسلم ممنع من الدخول والذي لم يكن ربنا يقول له أحسرته في مساء السلام من هذه الحاجة كان مفروض ما الذي يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يستنى خمس سنين والرسول صلى الله عليه وسلم كان عارف أنه يعيش الرسول صلى الله عليه وسلم كانت لا يعرف إمتى سيموت ومعنى أنه أجل الحاجة إذا لم يواجب على الفور طب ربنا قال فأمان كفر يعني كفر يعني جهد الحاج يعني أنكر أن الحاجة ده فريضة يعني استخف بالحاج يعني في واحدة كنت طالب في الكلية كان الرجل فوق التسعين سنة كان يقول له أروح له أروح أحج أتحقه عليه أخده فلوسي كانت تصوفه موسرة هذا جهد هذا كفر هو رجل جاهل وكفر كفر يستخف بالحاجة يبقى معه فلوس وكبير في السن وعارف أنه خلاص الأجل ومع ذلك يستخف وشهد يطلق هذا ينطبق على الحديث لكن لا ينطبق على الشباب الصغير الذي عنده حاجة صغيرة للزواج أو غيره والفلوس المعه محدودة رب الله سبحانه وتعالى بيقول في الآية ومن كفر فإن الله غني على العالمين الكفر هنا يعني معناها ترك الحج وهو قدر عليه بدون حاجة صغيرة أو 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 واستنى لغاية ما كبره ما استخف طب ليه رب نقال فإن الله غني على العالمين الحج هو الفريدة الوحيدة المكلفة والفيها فيها دفع فلوس إنسان لا يصلي ولا يصوم لا يدفع فلوس لا يشهد أن لا إله إلا الله وإذن فرائق كلها لها الثوم والذكاة حتى الزكاة 2.5% من أصل المبلغ بتاعك اللي قعد عليه سنة ولازم يكون وصل إلى حد نصاب الزكاة وبقى 2.5% وليس ستطلعها لسخوت قادر يبقى كل الفرائض لا يوجد مشقة مادية المشقة الوحيدة المادية اللي فيها مشقة مادية هالحج يبقى فيه مبلغ كبير وفيه مشقة مدنية ومشقة مادية عشان كده ربنا قال ومن كفره فإن الله غني ونعلمين يعني بمعنى أنت لما بتحج وتدفع الفلوس دي أنت وتديها ربنا سبحانه وتعالى ربنا مش محتاج ربنا غني أنت بتديها لنفسك عشان كده عشان كده ربنا سبحانه وتعالى استعمل كلمة غني هنا لكن ما قاله ما قاله لم يصلي في آية من الآيات في القرآن أو ما لم يصن لم يصن في أن الله غني ونعلمين لكن ألف الحج بالذات لأن الحج فيه تكلفة مدية كبيرة فإنسان ممكن أن يبخل يا رب الله بيقولك حتى تبخل أنت بتبخل عن نفسك ليس علي أنا أنا غني عن العالمين أنا مش محتاج هذا تفصيل مبسط لهذه الآيات وأسف على الإطالة لكن الموضوع كان يحتاج إلى كلام كثير وتفصيل كل قول هذا استغفر الله لكم تشوش تابعيني الجرس والشراك في قناة السلام عليكم كل جديد والساعدون على الشرس والسلام